استاذ محمد يتفضل السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله دائما في كل خير شكرا على المعلومات القيمة ورفع الوعي عندنا للبرنامج الرائع دوات ربنا الله يعز حدك وسلم ربنا يحفظك استاذ محمد سؤالي حضرتك قيمة المنقلات بتاع الزواج وستاذ محضرتك عارف انها تقريبا لب المشاكل الزواج في الفترة دي في مجتمعنا رأي الدين فيها اهلية اصلا هي حاجة فعلا ضرورية ولا هي يعني ممكن التنازل عنها اكلم حضرتك على فكرة المنقلات واحنا ممكن نعمل حلقة على فكرة فكرة ايه قضايا وشبهات واشكاليات مسألة الصداق ومسألة المهر خلينا اقول لكم نقطة بس بسيطة والله مش اطول عليكم بس حاجة مهمة اول احنا عشان حصل خلل في مفهوم الزواج فتحول جنة التدايون الكمي انتوا طبعا واخدين على مفهوم التدايون الكمي التدايون الكمي اللي بيقول الجواز حوق واجبات طب هم عملوا الجواز حوق واجبات ليه لان الناس اللي هم عايزين يخلوا الجواز حوق واجبات هو رجل عايز يعدد وعايز يبقى عنده زواجات كتيرة ويغير فعايز يخلي الجواز حوق واجبات عشان إيه؟ يبقى عديق يعني عشان يبقى إمكانيات الزواج ما يبقاش بقى يجحججها ما يبقاش يصرف عليها ويعالجها ما يبقاش ما يبقاش ما يبقاش فيبقى الجواز كده عديق فخلوا الجواز حوق واجبات ciواز بيبني على القيم وأعظم قيمة بيبني على cierto goat اسمها قيمة الفضل إن الاتنين ما بدي يعنيهم للفضل فلما حصل خلال ده ابتدت المسائل تسرح في كل مفاهيم الزواج ومنها بقى مفهوم الصداق بقيت الناس مش مقامنا بعض على أولا الناس مش مقامنا الأزواج على بناتهم فحبوا يعملوا إيه؟ يحبوا يحصنوا بناتهم فقالوا تعالوا بقى نعمل إيه؟ نعمل شوية تأمينات نعمل إيه بقى؟ فنخلي مؤخر الجواز كبير ما جابش النتيجة طب ننضيف شوية حاجات نخلي الشبكة كمان الشبكة تبقى جوز من المهر ونقصدين أنه تبقى جوز من المهر ما جابتش نتيجة قالوا طب وبعدين البنت دلوقتي كان زمان الراجل هو اللي بيجهز الشق دلوقتي احنا بناخد المهر والبنت بتاخد المهر بقى اللي هو فلوسها دي فتاخد المهر فأهلها يجهزوها الجهاز اللي هي ما كانتش مفروض تجهزه فبقى بيدفعوا بالمهر الجهاز اللي هي بتجهز بالبنت اللي هو بيعملوا بيديها المهر أو بيديها الشبكة فهم يروحوا متصرفين في الشبكة أو يتصرفين في المهر عشان يجهزوا الأمر ده فإنه اللي حصل؟ فابتدوا يبتكروا يخترعوا فكرة فكرة ايه بقى؟ القيمة المنقلات قيمة المنقلات ايه؟ اللي هي التجهزات اللي جاهزتها البنت اللي هو يبقى اسمه الشوار يبقى اسمه العفش يبقى اسمه كل الأسماء دي كلها اللي في الغالب في الغالب في الغالب متجب فلوس البنت اللي خدتها مهر وخدها أهلها مهر وحطوا عليها كمان فلوس عشان يجهزوا البنت عشان ما تبقاش يعيني مكسورة الخاطر وهي راحة تتجوز فحصل ده فابتدوا يقولوا ايه طب نعمل ايه بقى ده الحاجة دي بتهت البنت لان ما كانتش مفروض ان هي اللي تجهز فابتدوا يكتبوا ايمة المنقلات فين فيه اوراق منفصلة عن العقد ومتصلة بيه يعني ايه اللي حصل احنا وبنكتب العقد بنكتب كمان ايمة المنقلات ايمة المنقلات دي لو كانت بتحكي عن ممتلكات الست اه طبعا حقا لو كانت بتحكي عن الحاجات اللي هي اشتريتها بفلوسها وبتاعتها اه طبعا حقا فقايمة المنقلات بتاعت الحاجات اللي استيت معها فواترها وبتاعتها فدي حقاها قولا واحد وده كلام يتناسب على هوا دلوقتي ويتناسب مع اللي احنا قلنا دلوقتي ان ايمة المنقلات دي ايه ايمة المنقلات بقت احد ادوات الحفاظ في ظل الجواز اللي هو بتاع الحقوق الواجبات اللي انا مش موافق عليه انا موافق على الجواز بتاع القيم وموافق على ان الحقوق الواجبات دي بتعمل ايه بتدعم القيم مش بديل عن القيم مش يبقى متجاوزين على اني حق وحقك ونعتبر ده جواز ده ان انا هفضل معاك وسندك وافضل كتفي بكتفك وهو انا هفضل سندك وانت لحمي ودمي وعرضي هو ده الجواز ده اللي احنا نعرفه في الجواز ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم موادة ورحمة هو ده الجواز اللي احنا نعرفه لكن الجواز خدوهات ده هو ده اللي احنا عايشينه فبندعم ده بان الجواز شركة شركة يعني ايه كل واحد ليه حصة والجواز لو ما جابش مكسب خلاص نفض الشركة كلام فارغ الجواز نعمة الجواز مولود جديد وعشان كده لازم نعيد النظر في الامر ده مرة تاني ده محتاج ايه محتاج زي ما تفضلت وعي محتاج زي ما حضرتك تفضلت ثقافة فانت عايز تقول لي هل الايمة من الدين لا هو السؤال هل الايمة تخالف الدين لا الايمة نوع من انواع حفظ الحقوق طب هو واجب ان الناس كلها تعمل الايمة مش واجب على الناس كلها تعمل الايمة زي عال واجب ان الناس ان يبقى عندها مهر كبير ده مش واجب على الناس ان يتبقى عندها مهر كبير لكن هي القصة ايه ان الايمة دي ابتكرها الناس عشان يحافظوا على الحقوق خوفا على هذا الامر هل انا بحبز ده وهل انا برفض ده انا بحبز ان الناس تحافظوا على الحقوق وأن الناس تعيش في مواد ده ورحمة هو ده الكلام لكن بتحفز أن يبقى فيه قيمة أو ما يبقاش فيه قيمة مش هو ده حسب أحوال الناس لكن الحقيقة لازم نعيد النظر مرة تانية عن منطلقاتنا في الجواز نعم